عشان بس احنا فيه مش اشكالية لكن ممكن تعمل شوية لبس عند بعض الناس انه وادلوقتي يا رب انا بدعي انك تهديني وترزقني وتسدد خطايا وبدعي بس ربنا ما ارادش انه يستجيب لدعائي مش هو سبحانه وتعالى هو اللي بيقول انه هو بيهدينا طب هو يقال انه هو ربنا مش راضي يهديني ليه جميل لانه لم يرى منك صدقا تدخل صدقا انت عارف حضرتك صدق مع الله فصدقه الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فكرة الصدق الذي هو محل القلب هو سبب الهداف الحقيقة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة تحويل القبلة ربنا قال في شأن وين قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها الانسان لو هو من جواه صادق وعازم على التغيير ربنا هيوفقه لكن للأسف الشديد احنا عندنا كده ممكن نسميها التوبة الزائفة صح؟ التوبة الزائفة الانسان من جواه يا ربنا نفسه توب يا ربنا مش عارف ايوه الرعب ده ايه الرعب ده انت جواك وانت افترعبنا ايه الرعب اللي احنا مش برعبنا والله ساعت منه نقول كده وبتاع طب نعمل ايه؟ نصدق مع الله خليك صادق مع نفسك شوف اقول لحضرتك حاجة كان دوما الانسان ودي ممكن تبقى حتة بعيدة شوي عن القصة دي بس لازم نذكرها فاكرة حضرتك الشاب اللي جي استأذن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان هو يقع في معصية الزنا سيدنا النبي قال له ايه؟ قال له ايه؟ اترضاه لأمك قال لا الشخص ده صادق فعلا لو انا هعمل ده امي هيحصل معا ده لا اختي لا خالتي لا عمتي لا هو صادق وبالتالي ده ربنا وفقه للتوبة للتوبة لانه كان صادقا فهنا دي بقى الفكرة انه انا عايز اعمل كذا بس مرضهاش على اهل بيت صحيح مرضهاش فلما جي مسك بقى فكرة الصدق ان انا مرضهاش فبالتالي سيدنا النبي قال له ايه؟ واذا الناس لا يرضونه لا لامهاتهم ولا لخالاتهم ولا لعمتهم ايه الحديد بيبحث في فكرة اسمها الصدق مع الله يبقى اول حاجة لازم يكون صادق مع الله لا ده خدي بقى حضرتك التانية ومش من خوف الناس ايه سبب ان الانسان من ضمن الاسباب من اسباب خذلان العبد في الدنيا خذلان يعني عدم التوفيق والله في من ضمن الناس اللي جات لي من فترة طويلة سيدة يعني اسأل الله سبحانه وتعالى ان يكرمها بكرمه وان يحشرها في زمرة النبي صلى الله عليه وسلم السيدة دي كان امرها غريب جدا جاب بتشكو الي حالها بعد ان كانت تحج بيت الله الحرام بتقول لنا حجيت مثلا قرابة خمستاشر مرة كويسة وكنت بقوم الليل سنين طويلة جميل وكنت بصوم اتنين وخميس رائع يعني صلاة وصيام وحج وكانت كثيرة التصدق مرة واحدة وقعت وقعت وصل بيها الحال ان هي بقت لا بتصلي ولا قدرت حافظ على الصلاة والصيام بتاع الاتنين والخميس خلاص ورمضان بالعافية وبيتش عندها نفسه قابلية ان هي بتعمل عمر او حاج فانا قلت لها حاجة جميلة جدا قلت لها انت عارفة ايه سبب الخذلان واعتقد ذلك فقالت لي ايه قلت لها ان انت شفتي لان هي بتشتكي بتقول ايه هو ليه ربنا عمل فيا كده وانا اللي كنت بصليله وبزكي وبحج ايوة صلى على سيدنا رسول الله كده وفهمي القصة ربنا هو اللي وفائك مش انت اللي جبت الحاجات دي من نفسك انت اصلا لا تملك من امرك شيء وهو ده اللي على فكرة كان علي صحابة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عمر بن الخطاب ردوانه الله عليه كان عنده حتة جميلة جدا بيقولك لو علمتوا ان الناس سيدخلون الجنة الا واحد لظننته انا خايف عمر بن الخطاب سيد عمر لو كل الناس ستدخل الجنة الا واحد ممكن اظن ان انا ده ليه يعني الاتكالة على فكرة ان انا مخلصة كل اللي علي ويعني انا هتوقعي مهما طالبك العمر ليه انت مش شايفة الفاعل الحقيقي انت صورة انا صورة وحضرتك صورة والسادة المشاهدين صورة يعني ايه صورة الفاعل الحقيقي هو الله هو الذي سبب لك اسباب الخير وهو الذي سبب لك اسباب الشرط طب بنانعا عن ايه عشان كده فيه خوف رهيب من الحديث الشريف اللي هو انه ان منكم من يعمل بعمل اهل الجنة طول عمره صحيح وبعدين يختم حياته مش بحسن خاطمه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعملوا بعمل اهل النار فيدخل ده كان مسألته انه شايف ان الاعمال اللي بيعملها دي من عند نفسه والله انا شوفت ناس بتتباهى باعمالها انا بقوم الليل بكذا وكذا وكذا وانا بصوم كأنا انا لا يسند الفعل الى الخالق احنا ما بنقولش كده اقرأ القرآن وتدبر الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا هدانا الله فارجع الامر الى الله طب سؤال طب انا اعرف ازاي ان انا معتمد على عملي ممكن اي حد من الستادة مشاهدين بيسمع عند دياتي يقول طب انا عايز اعرف هو انا بتكل على عملي معتمد عليه ولا معتمد على رحمة ربنا مش على اعمالي هنقوله ابن عطاء الله السكندري قال حكمة رائعة ممكن تكون تيلة شوية بس هنفسرها بيقول ايه من علامة الاعتماد على العمل مقصان الرجاء عند وجود الزلل والقافية علامة اعتمادك على الاعمال ان هي اللي هتنجيك ان هي اللي هتنجيك انك لو عملت معصية رجائك في الله يقل لانك انت كده لما كنت بتعمل الطاعات احسن من غير ده عارف الكلمة بتاعتنا احسن من غير ده صح؟ ده كده ده ده و لذاك فيه عندنا من ضمن امراض القلوب فكري في العجب بالطاعة ده اعرف كده ان انت اعمالك اللي انت معجب بيها دي كده في الريح في الريح عشان كده سبحانه وتعالى دايما رابطنا في فكرة الدعاء وانه حتى بعد من يعني فيه ناس تبصت لقيهم عاملين كل اللي عليهم بسيجوا وهم بيدعوا تلاقي بكاء شديد وانه يا رب اختر لنا وكذا فسبحانه وتعالى برضو بيتكلمنا دايما عن الخشوع وطلب المغفرة طول الوقت واطق من النار وليلت القدر وان احنا عايزين ربنا يعتق رقابنا من النار مع انهم ممكن يبقوا عاملين كل اللي عليهم وبالتالي احنا ليه نطلب ان احنا يعتق رقابتنا من النار و احنا كنا عملنا ايه و احنا كنا حرارة مثلا سرقنا ولا فهو سبحانه وتعالى طول الوقت يعني بيدعونا اننا ندعي بكده صحيح صحيح فعلشان نفضل متعلقين انه يا رب ايه لاخر لحظة انه يعني يمكن ما يقبلش يعني يمكن كذا وبرضو فكرة الرياء وفكرة كذا فيعني نفضل متعلقين كده بالدعاء